بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا هو درسنا الرابع عشر من مادة المدخل إلى دراسة المذهب الشافعي نتحدث في هذا الدرس على مراحل تدوين المذهب الشافعي وأهم كتبه ومنهج اعتماد الآراء المتخالفة فيه لنبدأ الكلام على المرحلة الأولى وهي تدوين كلام الإمام الشافعي وروايته مرحلة تدوين كلام الإمام الشافعي ومرحلة الاستدلال وشرح كلام الإمام وتقريره وتحريره هي كانت المرحلة الأولى لهذا التدوين لهذا المذهب الشافعي وقام بهذه المرحلة مرحلة تدوين الإمام وروايته قام بهذه المرحلة مرحلة تدوين كلام الإمام وروايته الإمام الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لنبدأ الكلام على المرحلة الأولى من مراحل تدوين المذهب الشافعي وهي مرحلة تدوين كلام الإمام الشافعي وروايته وقام بهذه المرحلة الإمام الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم في العراق وفي مصر حتى قال الإمام القاضي أبو محمد الحسين بن محمد المروزي قيل إن الشافعية رحمه الله صنف مئة وثلاثة عشر كتابا في التفسير والفقه والأدب وغير ذلك فنلحظ أن الإمام الشافعي رحمه الله صنف يعني هذه الكتب وأملى هذه الكتب على طلبته أجمعين وقال الربيع بن سليمان أقام الشافعي هاهنا يعني بمصر أربع سنين فأملى ألفا وخمسمائة ورقة وخرج كتاب الأم ألفي ورقة وكتاب السنن وأشياء كثيرة كلها في أربع سنين وكان عليلا شديد العلة فكان ربما يخوج الدم منه وهو راكب حتى تمتلئ صراويله ومركبه وخفه وقال الإمام النووي رحمه الله في تعداد ما من الله تعالى به على الإمام الشافعي ومن ذلك مصنفات الشافعي في الأصول والفروع التي لم يسبق إليها كثرة وحسنة فإن مصنفاته كثيرة مشهورة كالأم في نحو عشرين مجلدا وهو مشهور وجامع المزني الكبير وجامعه الصغير ومختصريه الكبير والصغير ومختصر البويط والربيع وكتاب حرملة وكتاب الحجة وهو القديم والرسالة القديمة والرسالة الجديدة والأمال والإملاء وغير ذلك مما هو معلوم من كتبه وقد جمعها البيهقي في كتابه المناقب انتهى كلام النووي رحمه الله وأهم يعني ما صنف في مصر أربعة كتب هي الأم والإملاء ومختصر البويط ومختصر الإمام المزني هذه هي المرحلة الأولى أو خلاصة الكلام في المرحلة الأولى هي مرحلة تدوين كلام الإمام الشافع وروايته أما المرحلة الثانية وهي شرح كلام الإمام والتفرير عليه والاستدلال له وتقرير قواعده شرح كلام الإمام يعني الإمام الشافع والتفريع على قول الإمام الشافع والاستدلال له وتقرير قواعده التي بنى عليها أحكامه الشرعية قال وقد صنفت في هذه المرحلة كتب كثيرة كبار صنفت في هذه المرحلة مرحلة شرح كلام الإمام والتفريع عليه والاستجلال له وتقرير قواعده صنفت في هذه المرحلة كتب كثيرة وقد حاز مختصر الإمام المزني قصب السبقي بتوجه عدد كبير من الأئمة لشرحه يعني حاز كتاب مختصر المزني يعني المرتبة الأولى أو قصب السبق بالتوجه عدد كبير من الأئمة الشافعية لشرح هذا الكتاب ومن ذلك شرح الإمام أبي إسحاق المروزي وكذلك شرح الإمام علي بن أبي هريرة وكذلك شرح الإمام أبي حامد المروزي وكذلك تعليقة الشيخ أبي حامد الإصفرايني وكذلك شرح الإمام أبي عبد الله المسعودي المروزي وشرح الإمام القاضي أبي الطيب الطبالي إذن نلحظ أن هذا الكتاب كتاب مختصر المزني كان للعلماء اهتمام بالغ بهذا الكتاب فكتبوا عليه هذه الشروح يعني الكبيرة والإمام يعني ممن شرح هذا الكتاب كما ذكرت هو الإمام أبو إسحاق المروزي وهذا الإمام أبو إسحاق المروزي هو من يعني كبار أئمة الشافعية ومنه تنوعت المدرسة الخرسانية والمدرسة العراقية كما سنذكر الآن بعد قليل لكن أنبه على أننا عندما نقول أصحاب الإمام الشافعي نحن نقصد بذلك أصحاب الطريقتين الطريقة الخرسانية والطريقة ماذا؟ العراقية أبو إسحاق المروزي هذا هو يعني كما ذكرت يعني هو أصله عربي هو عربي وعاش في العراق وهو تلميذ الإمام بن سريج كذلك البازل أشهب كما هو مشهور عند الشافعية وكما قلت خرج من تحت يدي هذا الإمام أبو إسحاق المروزي وهي طريقة تحقيق المذهب وهي طريقة العراقيين وطريقة رواية المذهب ونقل المذهب وهي طريقة الخرسانيين فظهر في هذه المرحلة تنوع التدوين في المذهب الشافعي وشرحه إلى طريقتين كما ذكرت الطريقة الأولى هي طريقة العراقيين ويقال لهم البغداديون وشيخ هذه الطريقة هو الإمام الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد الإسفرايلي والطريقة الثانية هي طريقة الخرسانيين ويقال لهم النيسابوريين أو المراوزة أي كلها أسماء لهذه الطريقة وشيخها الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي يقول الإمام الناوي رحمه الله وعلم أن نقل أصحابنا العراقيين للنصص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقنوا وأثبتوا من نقل الخرسانيين غالبا والخرسانيون أحسنوا تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا إذن نلاحظ أن هناك مدرستان عظيمتان في تدوين المذهب والتفريع على هذا المذهب المدرسة الأولى يعني تميزت وأهل هذه المدرسة وأهل هذه الطريقة يميلون في الغالب إلى تحقيق نصوص الإمام الشافعي فهم برعوا في هذا الجانب وهم العراقيون فكان أكثر عملهم وجهدهم منصب في ماذا؟ في التصنيف منصب في يعني التعليل والتحرير والتحقيق والتنقيح في كلام الإمام الشافعي رحمه الله وعندنا طريقة الثانية طريقة الخرسانيين فكانوا قد برعوا في نقل المذهب في نقل هذا المذهب لكن لم يعني يكثر عندهم التفريع على يعني نصوص الإمام فركزوا على جانب الدراية ولم يركزوا على جانب ماذا؟ لا عفوا ركزوا فهم ركزوا على جانب الرواية ولم يركزوا على جانب ماذا؟ الدراية إذن خلاصة الكلام ظهر في هذه المرحلة وتنوع التدوين في المذهب الشافعي وشرح المذهب الشافعي إلى طريقة الطريقة الأولى هي طريقة مين؟ طريقة العراقيين ويقال لهم البغداديونة وشيخ هذه الطريقة كما ذكرنا أبو حامد الإصفريني وأما الطريقة الثانية فهي طريقة الخرسانيين ويقال لهم أن ليس بوريين أو المراوزة وشيخ هذه الطريقة هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروز بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة الجمع بين الطريقتين مرحلة الجمع بين الطريقتين بين طريقة الخرسانيين وطريقة العراقيين نعم فجاءت هنا يعني مرحلة الجمع بين الطريقتين فجاء الإمام الحرمين الجويني أبو المعالي الجويني تمام فكتب كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب شارحا وجامعا غالب مسائل المذهب من الأم والإملاء ومختصر البويطي ومختصر المزني وما علق عليها من شروح وغيرها جاريا في هذا الكتاب كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب جاريا فيه على أبواب مختصر المزني فحرر فيه محاسن الطريقتين الخرسانيين والعراقين فوقع هذا الكتاب كتاب اللي هو نهاية المطلب في دراية المذهب وقع هذا الكتاب من أئمة المذهب موقعا عظيما جليلا حتى قال الإمام الجويني في دباجة هذا الكتاب وسأجري هذا كلام من؟ كلام الإمام الجويني وسأجري على أبواب المختصر أي مختصر المزن ومسائلها جهدي ولا أعتني بالكلام على ألفاظ السواد فقد تناها في إضاحها الأئمة الماضون ولكني أنسب إلى النصوص ولكني أنسب النصوص التي نقلها المزني إليه وأتعرض لشرح ما يتعلق بالفقه منها إن شاء الله تعالى وما اشتهر فيه خلاف الأصحاب ذكرته وما ذكر فيه وجه وما اشتهر فيه خلاف الأصحاب ذكرته وما ذكر فيه وجه غريب منقاس ذكرت ندوره وانقياسه وإن انضم إلى ندوره ضعف القياس نبهت عليه بأن أذكر الصواب قائلة المذهب كذا فإن لم يكن له وجه قلت بعد ذكر الصواب وما سوى هذا غلط وإن ذكر أئمة الخلاف وجها مرتبكا وإن ذكر أئمة الخلاف وجها مرتبكا ونبه عليه بأن أقول اتفق أئمة المذهب على كذا فتجري وجوه من الاختصار مع احتواء المذهب على المشهور والنادر وإن جرت مسألة لم يبلغني فيها مذهب الأئمة خرجتها على القواعد وذكرت مسالك الاحتمال فيها على مبلغ فهمي بعد الإمام الجويني جاء ترميذه حجة الإسلام الغزاري محمد بن محمد الغزاري فاختصر نهاية المطلب الذي تحدثنا عنه الآن في كتاب سماه البسيط في كتاب سماه البسيط ثم اختصر هذا في الوسيط ثم اختصر هذا في الوجيز محررا في الوجيز تحييرا بالغا لأقوال الإمام الشافعي والأوجه التي هي خاصة بالأصحاب هو مختصرا عيون مسائل المذهب وعصولها وعليها فضلا عن تعرضه لاختلاف المذاهب الأخرى وله أيضا يعني كتاب آخر الخلاصة وهو ليس اختصارا للوجيز يعني كتاب الخلاصة للإمام الغزاري ليس اختصارا لكتاب الوجيز كما يتوهم ذلك البعض وإنما هو اختصار لمختصر المزني وقد أكرم الله تعالى يعني فضيلة الدكتور أمدد رشيد مؤلف كتاب بغية الأريب بتحقيق هذا الكتاب كتاب الخلاصة وجمع فيه وعلق عليه وصحح الخلافة فيه عن نسختين خطيتين وهو يعني مطبوع في المكاتب وكان يعني في هذه المرحلة ما يميز هذه المرحلة إما آخرون يعني برعوا في المذهب وصنفوا فيه المصنفات الرائقة التي كان لها الحضور التام عند علماء المذهب في أعصارهم وما بعدها ومن أشهر هذه الكتب التي ألفت أو من أشهر العلماء الذين ألفوا في هذه المرحلة هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري في كتابه عظيم القدر الحاوي شرح مختصر المزني وكذلك الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشراز البغدادي في كتابيه التنبيه والمهذب وكذلك الإمام عبد السيد بن الصباغ البغدادي في كتابه الشامل وكذلك الإمام أبو سعد المتولي النيسابوري في كتابه تتمت الإبانة وقد تمم فيه يعني كتاب شيخه الفوراني وكذلك الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الطبري في كتابه بحر المذهب وهو يعني الذي قال لو احترقت كتبه الشافعية لأمليتها من حظه إمام الروياني كان يقول لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حظه فهذه هي المرحلة أو خلاصة المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجمع بين الطريقتين بين طريقة الخرسانيين وطريقة يعني البغداديين أو العراقيين نعم بعد ذلك ننتقل لكلام على المرحلة الرابعة وهي ضبط المذهب وتحرير معتمده من الأقوال والأوجه قد تحمل أعباء هذه المرحلة يعني الشيخاني الجليلاني الإمامان أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المولود في سنة خمسمائة وسبعة وخمسين للهجرة والمتوفى سنة ستمائة وثلاثة وعشرين للهجرة وكذلك الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله المولود سنة ستمائة وثلاثين للهجرة والمتوفى سنة ستمائة وسبعين للهجرة وصار إطلاق لقب الشيخين في المذهب علما على الإمام الرافعي والإمام النووي فصنفا كتبا عظيمة الشأن في تحرير المذهب وضبط طرقه وما حوته من أقوال الإمام وأوجه الأصحاب وكذلك تحقيق ثبوت ذلك الأمر من عدمه للإمام ولأصحابه رضي الله عنهم كذلك مع التصحيح والتزييف وبيان لبنى الفروع والتنبيه على الاختلاف بين العراقيين والخرسانيين وما يتفرع على اختلاف الغراقيين واختلاف الخرسانيين وجاءت هذه المرحلة متممة لعمل إمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي ونحوهما حيث استوعب الشيخان غالبا مراجعة كتب الشافعي والأصحاب المتقدمين والمتأخرين فصنف الإمام الرافع شرحين على الوجيز للغزالي الأول كان شرحا صغيرا ولم يسمه والثاني شرحا كبيرا سماه العزيز وزاد على تسميته بعضهم فقال فتح العزيز وصار هذا الكتاب مشهورا لجلالته بين المتأخرين بالشرح الكبير أو الشرح الكبير أو الرافع كل هذه أسماء لكتاب فتح العزيز ثم بعد ذلك قام الإمام النووي باختصار العزيز في كتاب سماه روضة الطالبين وعمدة المفتين كما صنف أيضا الإمام النووي المجموع شرح المهذب والتحقيق والتنقيح ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين ناحيا في جميع هذه الكتب إلى التحرير والترجيح وبيان ما هو معتبد المذهب بحسب نصوص الشافعي وقواعد مذهبه وكلام أصحابه رضي الله عنه ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الخامسة وهي مرحلة شرح كلام الشيخين الرافعي والنووي وفي هذه المرحلة كما ذكرت اعتكف الناس على شرح كلام الشيخين وزيادة التحقيق في ضبطه ونقله والتفريع عليه فكتبوا كثيرا على رضة الطالبين ما بين تحشية واختصار وتعقبات كما اشتهر كتاب منهاج الطالبين للنووي فصار لدى أئمتنا كعبة تقصد بالقراءة والحفظ والشرح والاختصار وتوالت عليه جهود أئمتنا المتأخرين اختصارا وشرحا وتحشية وبادر طلاب العلم والعلماء إلى حفظ كتاب المنهاج واعتكفوا على دراسة مسائله فلا تجد طالب علم شافعي في إسقاع الدنيا إلا يعني ودرس هذا الكتاب كتاب المنهاج وكثرت عليه الشروح ومن أهم شروح كتاب المنهاج المشهورة بين أيدي الناس اليوم هو كتاب يعني كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين للإمام المحقق محمد بن أحمد البحلي وكذلك كتاب مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين الخطيب بن محمد كذلك كتاب مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين الخطيب محمد بن أحمد الشربيني وكتاب تحفة المحتاج بشرح المنهاج لخاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتم وكتاب نهاية المحتاج للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الرمي وقد أولى المتآخرون أهمية خاصة بهذه الشروح بالأخص كتاب تحفة المحتاج لما يعني جمع من التحريرات والتحقيقات التي سهلت على من جاء بعده الوقوف على المعتمد من المنتقد وقد أولى المتآخرون أهمية خاصة بهذه الشروح وبالأخص كتاب تحفة المحتاج لما جمع وقد أولى المتآخرون أهمية خاصة بهذه الشروح بالأخص كتاب تحفة المحتاج لما جمعت هذه الشروح من التحريرات والتحقيقات فسهلت عليهم الوقوف على المعتمد من المنتقد مع استقصائها غالبا للشروط والمعتبرات والضوابط والعلل بعبارات دقيقة فكتبوا عليها بعد ذلك الكثير من الحواشي والتقييرات الآن ننتقل لموضوع هام وهو منهج اعتماد الآراء المتخالفة في المذهب إذا اختلفت آراء أئمتنا في الترجيح بين قولي إمامنا الشافعي أو أوجه أصحابه أو المتأخرين عنهم فقاعدت الترجيحية أولا ما اتفق على ترجيحه الشيخان النووي والرافعي هو الراجح المعتمد الذي عليه الفتوى يعني إذا اتفق على ترجيح مسألة ما أو قول ما الشيخان النووي والرافعي كان هو الراجح المعتمد الذي عليه الفتوى ولا ينظر إلى من يعترضهما أو يخالفهما من علماء المذهب يعني لو كان عندنا عالم يخالف النووي يخالف الرافعي فيما اتفق عليه لا ينظر إلى هذا الاعتراض ولا تنظر إلى هذه المخالفة الثانيا ما اختلف فيه الشيخان طبعا إذا اختلف الإمام النووي مع الإمام الرافعي فالمقدم منهما هو ما رجحه الإمام النووي المقدم ما رجحه الإمام النووي الأمر الثالث إذا لم يكن للنووي قول أو ترجيح في مسألة ووجد للرافع فيها قول أو ترجيح فالفتوى على ما قاله الإمام الرافعي رابعا إذا اختلف ترجيح كل من الشيخين في كتبهما كأن رجح الإمام النووي مثلا في كتابه المجموع قولا في كتابه المنهاج رجح آخر أو لم يتكلم الشيخان في المسألة أصلا ثم اختلف أئمة المتأخرين في الترجيح فالراجح ما اتفق عليه شهاب الدين ابن حجر الهيتمي وشمس الدين محمد الرملي فإذا اختلف الهيتمي والرملي فأهل مصر يرجحون كلام الرملي وغاربوا البلدان الأخرى كالحجاز والشام واليمن وحضرموت والعراق وكردستان وداغستان والهند يرجحون كلام ابن حجر والتحقيق في هذا الأمر إذا اختلف ابن حجر والرملي أن من كان فيه أهلية النظر في كلامهما والتحقيق عند اختلاف كلام ابن حجر مع كلام الإمام الرملي أن من كان فيه أهلية النظر في كلامهما يرجح منه الأقوى في ظنه يعني يرجح الأقوى من كلام ابن حجر وكلام الرملي في ظنه ومن ليست فيه أهلية النظر تخير بينهما وقد نظم المؤلف اللي هو فضيلة الدكتور أمدد رشيد يعني هذا المنهج بقوله يا طالبا يا طالبا فقه الإمام الشافي عمدتنا فيه الإمام الرافع وصنوه من العلوم تنطوي في برده أعني الإمام النووي فما عليه اتفقا فقدمه ولا تبالي باعتراض أفخم عليهما فإنه المعول وغيره الفتوى به لا تقبل فالنووي إن ظهر الخلاف قالا به الأئمة الأسلاف فالرافعي فيما له نص عليه ولم يكن للنووي رمز إليه وغيره فما يقول ابن حجر مقدم تحفته يا من سبر وصنوه أعني الإمام الضملي محمدا ففي النهاية يمل وما يكون من خلاف يشتهد بينهما فلي إمام مقتدر ترجيح حبر منهما بالنظر ترجيح حبر منهما بالنظر وغيظه بينهما فخير هذا الذي قد قاله الأئمة أعني بهم محققيهم ثم وأختم بالصلاة والتسليم رجاء عفو غافر رحيم وقد نظم مؤلف هذا الكتاب فضيلة الدكتور أمجد رشيد ما ذكرته من هذا المنهج في اعتماد الآراء المتخالفة في المذهب فقال الشيخ حفظه الله يا طالبا فقه الإمام الشافع عمدتنا فيه الإمام الرافع وصنوه من العلوم وصنوه من العلوم تنطوي في برده أعني الإمام النووي فما عليه اتفقا فقدمي ولا تبالي باعتراض أفخمي عليهما فإنه المعول وغيره الفتوا به لا تقبل فالنووي إن ظهر الخلاف قال به الأئمة الأسلاف فالرافع فيما له نص عليه ولم يكن للنووي رمز إليه وغيره فما يقول ابن حجر مقدما تحفته يا من سبر وصنوه أعني الإمام الضملي محمدا ففي النهاية يملي وما يكون من خلاف يشتهر بينهما فلإمام مقتدر وما يكون من خلاف يشتهر بينهما فلإمام مقتدر ترجيح حبر منهما بالنظر وغيره بينهما فخيري هذا الذي قد قاله الأئمة أعني بهم محققيهم ثم أختم بالصلاة والتسليم رجاء عفو غافر رحيم بهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من الكلام على مراحل تدوين المذهب الشافعي وأهم كتبه ومنهج اعتماد الأراء المتخالفة فيه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين